اشتركوا في القناة ونقل تحيات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وتمنيات جلالته لجمهورية كرواتيا قيادة وشعبا دوام الرفعة والتقدم مجيدا سموه بالعلاقات الطيبة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية كرواتيا الصديقة وما تشهده هذه العلاقات من تطور ونماء في مختلف المجالات في ظل توجيهات قيادتي البلدين واستعرض سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة مع ضيفة البلاد الإنجازات الرياضية التي حققتها مملكة البحرين والبرامج والخطط التطويرية التي رسمها المجلس الأعلى لشباب والرياضة والسياسات التي وضعتها الهيئة العامة للرياضة لتنفيذها وما حققته اللجنة الأولمبية البحرينية من جهود واضحة في خدمة الحركة الرياضية بالمملكة مؤكدا سموه أن البحرين أولت اهتماما واضحا في دعم رياضات الموروث والرياضات الأولمبية وأن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ العديد من المشاريع التنموية التي تخدم الارتقاء بهذا القطاع الحيوي للانتقال بالرياضة إلى مرحلة الاحتراف والصناعة على الشكل الذي يخدم تنفيذ أهداف رؤية البحرين 2030 وتم خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والتي من شأنها تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين لأسيما في المجالات الرياضية وسبل تطويرها وتبادل الخبرات متمنيا سموه لجمهورية كرواتيا مزيدا من التقدم والازدهار من جانبها أعربت رئيسة جمهورية كرواتيا السابقة السيدة كوليندا جرابار كيتاروفيش عن شكرها العميق لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على ما قبلت به من حفاوة وكرم استقبال مشيدة بما أبداه سموه من حرص على تعزيز أواصر علاقات الثنائية في مختلف الميادين بين مملكة البحرين وجمهورية كرواتيا مشيدة بما حققته البحرين من منجزات عظيمة في المجالات المختلفة لا سيما الرياضية في ظل العهد الزاهر لعاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه متمنيا دوام الرفعة والازدهار للمملكة